شارك مع الشيخ خشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في مؤتمر جسر للمدن 2020 الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مجموعة من العمداء والمحافظين من مختلف دول العالم حيث ألقى معاليه الضوء خلال مداخلته على جهود مملكة البحرين في التخفيف من تأثيرات جائحة كوفيد-19 على مختلف المستويات وقال معاليه أن الرؤية المستبصرة لقيادة البلاد والخطوات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها لمواجهة عكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي أسهم في التخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وأشار معاليه إلى أن التكنولوجيا الرقمية لعبت دوراً أساسياً في مكافحة هذه الأزمة حيث تمكن نحو 70% من القوى العاملة في القطاع الحكومي من مواصلة عملهم عن بعد إضافة إلى مبادرات التحول الرقمي التي مكنت المواطنين والمقيمين والشركات من الوصول بسهولة إلى بجموعة واسعة من الخدمات الرقمية بكفاءة كما أتاحت البوابة التعليمية انتقالاً سلساً للطلاب من التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد وتطرق معاليه خلال حديثه إلى جهود المرأة البحرينية في مكافحة الوباء حيث أكد على جهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى من خلال توفير خطط دعم خاصة بالمرأة خلال هذه الجائحة ترجمة نانسي قنقر